دوشيناتا في محافظة تعز الورشة التدريبية الخاصة للقيادات الدينية والبرشدات على برنامج التواصل من أجل التنمية بتمويل من منظمة اليونسف بشراكة مع المنظمة الوطنية للتنمية الصحية وإشراف مكتب الصحة العامة والسكان ومكتب الأوقاف ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة والتي تهدف لتعريف مئة مشارك ومشاركة لأربع مديريات هي القاهرة والمظفر وصبر والموادم والصالة عن الوضع الوبائي الحالي وبرنامج الاتصال من أجل التنمية واستراتيجية تنفيذ المشروع مع التعريف بمرض الكوليرا ومصادره وعراضه ومضاعفاته والعلاج والوقاية وكذلك تحديد المخاطر الصحية الرئيسية والخارطة البيئية في المناطق المستهدفة مع المشاركة المجتمعية ومسؤولية دور المساجد ومركز التحفيظ في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والتباعية المجتمعية وأهمية خطب الجمعة في الحشد والتوجيه حول الوضع الصحي